وزير والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قيمة الإنتاج الفلاحي اليوم راود تجاوز تقريباً 30 مليار دولار عبدسلام شلغو نقول أن الفلاحة وحدها تكون هي البديل وحدها هذه تقريباً مستحيل لا هذا السنة لا السنة القادمة يتحدث لتلفزيون النهار لما يكون هناك نقص في الإنتاج يكون هناك مشكل ولما يكون هناك فائض في الإنتاج يكون هناك مشكل هذه المجمعات لازم تتأقلم مع المعطيات الجديدة وتكون أكثر في خدمة الفلاحة ملفات عدة تطرح نحي الحليب والنحي الهبوب لأن المشكل يتعلق بعدة عوامل ومنها العوامل المناخية أنا غير راضي تماماً على الوضعية التي رأي فيها هذه المستثمرات كل هذا في برنامج ضيف الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر